كشف مسؤول بارز في المعارضة السورية المسلحة في إدلب أن النظام السوري وموسكو يستخدمان سياسة الأرض المحروقة بإدلب في إشارة منه للهجوم الروسي السوري المشترك منذ أيام أضاف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى أن الجبهة دخلت مرحلة حرب الشوارع مع بعض عناصر النظام السوري بعد تقدمهم في بلدة كفر نبودة بريف حما